قد أتاك الخير بالنور المبين ونداء الحق من أبهى الخصار من أصول الفقه في دنيا ودين قم إلى الرحمن طوعا وامتثال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من المعلومة أن ترتيب الأدلة مثلا عند الإمام أحمد رحمه الله أنها هي الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم أقوال الصحابة وقد قدمها على القياس وقد اختلفت المذاهب في تقديم قول الصحابي على القياس في اختلاف فيما بينهم في تقديم أقواله على هذا ولا يمكن الضبط بمعيار القول في هذا الأمر في تقديمه على القياس ولا على غيره لأن الفروعة منها ما هو يقدم قول الصحابي عليه ومنها ما يقدم والسبب في هذا هو اختلاف العلم في هل نقل خلافه أو ليس لخلافه وهل هو يستأنس به أو لا يستأنس به فمثلا الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك قالوا أنه حجة كذلك الحنفية يرون أنه حجة إذا كان مما لا دخل للرأي فيه وأما الإمام الشافي رحمه الله فله قول في الجديد وله قول في القديم أما قوله في الجديد فإنه ذهب إلى أنه ليس بحجة قول الصحابة رضي الله عنهم حقيقة أن الصحابة مراتف في هذا الأمر وأما حجيته بشكل مطلق فإن الله سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم فهذا يدل على أنهم كانوا من أدّلهم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر كذلك حديث الأرباض بن سارية نبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللدين من بعدي أبي بكر وعمر وقول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم و اهتديتم وغيرها من الأدلة الدالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر وعلى هذا فإن الإمام أحمد رحمه الله كان يأخذ بذلك في أقوال الصحابة ولا يعدوها فإذا ذكر الخلاف في أقوال الصحابة ذكر الإمام أحمد رحمه الله الخلافة فيما بينهم وكذلك الإمام أبو حنيفة كان يأخذ في القول فكان يقول إذا جاءني الحكم من كتاب الله أخذته من سنة رسول الله أخذته من الصحابة أخذته ثم إذا جاء بن سيرين والحسن فأخذوا منهم وأترك فكان هذا القول منهم اعتمادا على قول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر ولكن هذه المسألة وهي حجية قول الصحابة رضي الله عنهم فيها مسائل متفق عليها وفيها مسائل مختلف فيها فلا خلاف بينهم أن قول الصحابة رضي الله عنه لا يؤخذ به إذا كان هناك من يخالفه فإذا كان هناك من يخالف الصحابة رضي الله عنهم فإنه لا يؤخذ به وليس حجة في ذلك مثل أرض السواد التي كان عليها عمر وخطاب رضي الله عنه وخالفه فيها بلال رضي الله عنه وكذلك الخلاف وإنما استقر بعد ذلك إجماعهم في قتال المرتدين خالف عمر رضي الله عنه أبو بكر ثم بعد ذلك استقر رأي عمر كما في صحيح البخاري على ما ذهب إليه أبي بكر رضي الله عنه كذلك من الخلاف الذي بينهم في عدة المتوفة عنها زوجها فإن الخلاف منقول بين الصحابة رضي الله عنهم والمسائل في هذا كثيرا هذا ليس قوله بحجة فإن الصحابي إذا خالف غيره من الصحابة رضي الله عنهم ليس قوله بحجة في هذا الأمر وإنما يأخذ من أقوالهم الصحابة رضي الله عنهم فيما جرى فيما بينهم من الخلاف هذا من المسائل الأولى التي هي خارج محل النزاع وهي النزاع وهي إذا خالف الصحابي صحابي غيره فإنه لا يأخذ بقوله في هذا الأمر ولابد من بيان أن هذه المخالفة لا بد أن تنقل واستنباط من الأدلة الشرعية فإن هذا هو الخلاف الواقع بين الصحابة رضي الله عنهم وقد نقل عنهم الخلاف فروع كثيرة ليس هذا محل بسطها كذلك من الأمور التي هي خارج محل النزاع أن قول الصحابي لا يأخذ فيما تعم به البلوى فإن كانت مما تعم به البلوى فإنه لا يأخذ بقول الصحابي رضي الله عنه فإذا كان خالف الصحابي رضي الله عنه شيء تعم به البلوى فإنه لا يأخذ بقول الصحابي رضي الله عنه لأن الدواعي قد توفرت في نقل ما تعم به البلوى فعلى هذا لا يأخذ بقوله رضي الله عنه هذا الشرط نص عليه الحنفية ونص عليه غيرهم في هذا الأمر إنما الخلاف في قول الصحابي هو فيما نقل إلينا وثبت أن الصحابي رضي الله عنه قاله ولم يخالف نصا من كتاب أو سنة ولم ينقل له مخالف وهذا الخلاف فيما بينهم ذهبت الحنفية إذا كان هذا القول بما يدخله الرأي أنه ليس بحجة مطلقة وإن كان يدخله الرأي فإنه حجة وذهب أحمد والإمام مالك أنه حجة في ذلك وذهب الإمام الشافي رحمه الله في آخر قوله أنه ليس بحجة وإنما يستأنس به في قول الصحابة رضي الله عنهم هذا بالنسبة لأقوال الصحابة إذن فهذا الدليل المعتبر من الشريعة الإسلامية من الأدلة المختلف فيها تأتي عند الإمام أحمد رحمه الله بعد الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة وهو قبل القياس في هذا الأمر ولهذا فإنك تجد أن المسائل التي اختلف فيها الصحابة تجد عن الإمام أحمد روايات بعدد الخلاف الذي هو حاصل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فالإمام أحمد يقدم أقوال الصحابة على القياس ويقدم كذلك في الحديث الضعيف هل يقدم أقوال الصحابة على الحديث الضعيف؟ هذا مبحث في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وفيه مباحث كثيرة في المراد بالحديث الضعيف وغيره ليس هذا محل بسطها في هذا الأمر وعلى هذا فإن الخلاف الحادث بين الصحابة رضي الله عنهم إذا نقل بين الأمة الخلاف فإن أقوال الصحابة ليست حجة عليهم وإنما الحجة في ذلك عدم الخروج على أقوالهم ومجمل أقوالهم والمجيء بإحداث قول ثالث فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث فيما اختلف عليه الصحابة رضي الله عنهم لأن الأمة لا يمكن لها أن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يتركون الحق ويختلفون فيما بينهم والحق خارج عن خلافهم فإن هذا لا يتصور شرعا في هذا الأمر أما بالنسبة لما لم يختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم فإنه يشترط فيها لا تعم به البلوى وعند الحنفية يشترط أن لا مما لا يدخل فيه الرأي مثل الكفارات فإنها لا يدخل فيها الرأي وتشريعها لا يدخل فيها الرأي ولهذا إذا ذهبت إلى الكفارات وإلى محظورات الإحرام والديه والفدية التي موجودة تجد أن الحنفية الذين قد اشتهروا بالقياس يأخذون بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وإن كان القياس على خلافه في النظر بالمناسبات والمناطات الشرعية وبغيرها وبالقياسات في هذا الأمر إلا أن كون هذه الأمور لا تدخلها وليس مجالا للرأي فيها فإن الصحابة رضي الله عنهم فإن الحنفية أخذوا بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وتركوا القياس وهذا يبين لك أن المشهور أن الحنفية هو مذهب لأهل الرأي فقط وأنهم لا يعتبرون بالأثر أن هذا ليس صحيح وأن المذاهب الأربع كلها لديها درجات متفاوتة في الأخذ بالأثر وبالقياس وبالمصالح وبالاستحسان وبغيرها أعذى الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ها هنا الوعد تجلى كل حين أرسل البشرى على رحب الوصال من أصول الفقه بالعلم اليقين نغتجي الرضوان في أسمى مهنال ترجمة نانسي قنقر